السلام عليكم و هلين فيكم في فيديو الجديد تكلمت لكم قبل يومين وضعت في البوست في اليوتيوب وضعت في التويتر في الإنستجرام في سناب شات تكلمت أكثر عن خدمة أبل خدمات أبل رح تسوي لكم خدمة مشتركة واحدة يعني تسوي مثل مثل السيدنت الحالها يكون بالشهر مثل خمسين دولار مثل ما تشوفون هنا التغيير اللي موجود هنا في الأسعار كبداية ما نفاهم كل شي بالضبط على الكلام اللي موجود ما ندري يعني موفيز أوكي هل قصدهم موفيز الإيتونز لأنه في الإيتونز غير أبل تيفي بلس تاشتري الأفلام أو تأجر الأفلام اللي تنزل في السينما بعدها بكم من شهر لنزلتها أبل في إيتونز تشتريها أو تأجرها غير أبل تيفي بلس أبل تيفي بلس نفس فلس خدمة أو أفلام خاصة فيها البوكس ما مرة أشف تخدمة أصلا في البوكس فأنت وراء أبل ما تسوي هنا في البوكس فإلى الآن ما فهمين الوضع كله واش براح يكون أتوقع أبل ستتشغلها في المؤتمر الغادم اليوم سيكون 22 هنا فلا نعرف كثيرا لكن التسريب اللي طلع على ثريتي بويت 5.5 الأشخاص كلهم يتكلمون بس لحق الحزمة لكن أنا مزومت هنا في أشياء غير يعني أوكي دعونا نرى الاشتراكات معكم لو نخش مثلا أنا مشترك في 2 تيرة يعتبر أعلى شاحين وأنا أفضل لو أبل حطت مثلا 1 تيرة ستشترك في 1 تيرة أنا بالنسبة لي أوكي أنا وصلت 630 جيجا استخدام حين وفي 2 تيرة أقدر أشترك مثلا 1 تيرة وتكفيني لكن راح نشوفه حين هنا الـ Free الـ 5 جيجا يمكن راح يرفعونها يمكن نخلونها 10 أو 15 فري هنا علطوا ما عندك إلا 5 جيجا عندك 50 جيجا عندك 200 جيجا عندك 2 تيرة الترتيب أبعجبني أتمنى أبل أن أتعدل في الحركات فالـ 50 مثلا يأخذوا معاك في الشهر دولار واحد تأجير 3 دولار لـ 200 جيجا أيضا كل شهر هنا أنا لما أشترك في 10 جيجا 2 تيرة 10 دولار 2 تيرة فالآن لو نشوف هنا في 500 جيجا ما مكتوبة تحت طبعا في خدمة للطلابي يكون أرخص مدر ما نشوف وراح يكون الاشتراك 50 دولار كل شهر فيه برضو مثلا توقع شهر افتراضي أو شهر افتراضي مجانا بعدين خلاص تبدأ يسحب عليك 50 دولار كل شهر هذا الحق للـ student هنا 2 تيرة اللي أنا مشترك فيها رايح أطوني 99 راح تكون 100 دولار في الشهر طبعا لو متحسبهم هنا 2 تيرة أنا يأخذهم مني 10 ولو بنشوف الخدمات كل واحدة الحالة كام راح يحسبها لنا ما ندري يعني بقي 10 هنا تغريبا 10 لكن طلاب تروح تكون 5 فلو بتحسبها كلها هنا 10 20 30 40 أوكي بيكون أفضل لكن إذا أتكلم معاك على الأشياء اللي موجودة عندنا أوكي في زيادة لكن الآن ما نعرف لا بسطور راح الموفيز راح تعطينا فلازم ننتظر أبل ونشو شو يساوون 99 راح تكون غالي لكن لازم يعطونك شيء فيها فهذا الاندفجول الأشخاص العاديين مش الطلاب هنا الفاميلي لحق 6 طلاب أو 6 أشخاص قصدي 150 دولار في الشهر راح يعطوننا 12 تيرة طبعا هذا على الصورة احنا نتكلم لكم لأن في التسريبات الحقيقية أو في الفيديوهات الأشخاص اللي تسربت وسربت الصورة هذه تكلموا بس أن أبل راح تجمع الخدمات حقيقينها أنا قاعد أتكلم لكم عن الصورة اللي موجود هنا السعر قالي صح لكن على الخدمات اللي بيعطونك ما ندري إلى الآن ما الخدمات اللي يعطوننا فيها أوكي بوكس مثل ما قدتلكم لكن ما الخدمات اللي يعطوننا بدل ما أني أشتري كل كتاب الحالة أشتري مثلا خلاص يكون مفتوح عندي يقدر أحمل أي كتاب راح تكون حلوة الحركة الأبس ما ديش اللي في الأبس هل بيعطوني بس الأبلاركيد الأبلاركيد وركيب 4 دولار خمسة دولار أصرف لي مني أشترك في الخدمة ما نفهم بالضبط هل راح أقدر أستخدم البرامج اللي موجودة كلهم اللي بفلوس أنزلهم وأستخدمهم أي وقت أو أبل راح تسوي خدمة جديدة مثل أبل أركيد أحين تسوي مثلا في الأبس نفسها في اشتراك برضو تشترك وتخلي المبرمجين عندهم الخيار أن يروحون لحق ذلك الخدمة برامجهم ولا لا مثلا المبرمج دع ضاف الخدمة في برامج حقينا أو ضاف البرامج حقينا في ذلك الخدمة خلاص أقدر أحمل برنامج حقينا مجانا بما أنني مشترك في الخدمة أو تكون مفصولة مثل ما هي موجودة تقدر تشتريها بفلوس تشتري البرنامج نفس الفلوس إلى الآن مش فهمين بالضبط كيف راح تكون الخدمة بما أنني على الخدمة لو وقف الخدمة يوقفون ما أدري إلى الآن يعني ما راح تكون بس أبل أركيد فالموفيز ما أنا فهم الموفيز مثل ما قلت لكم يعني الموفيز والتيفي شوز التيفي شوز والموفيز هذه بالحالها مفصولة يعني الموفيز والتيفي شوز موجودة في الابل تيفي بلاس لكن هنا كاتبين لا غير ما كتب ابل تيفي بلاس كتبوا لك موفيز والتيفي شوز الموفيز لازم تروح مثل الايتونز وهذا ابل ما أدري كيف راح تتحكم في ذلك تخشينا و تشوف الموفيز تحت والموفيز في أشياء غالية في باربعة عشر دولار فهالابل تقدر تسوي شي كذا تخليك تقدر تشوف مجانا ابل كيف راح تدفع لهم أصلا ما أدري يعني لا تفهم كل شي لكن هذا الخبر يعني نشوف كداما ما تسوي ابل انا اتمنى بس يرتبون الستوراج لحق الكلاود الايكلاود يخلون مجاني الخمسة مثلا لحق الاشخاص بدل الخمسة ويعدلونها صح يخلون في نزلون اثنى عشر تيرابايت لحق الاشخاص اللي يبون اكثر قال بالنسب لي 2 تيرابايت وكثيرة علي ابي 1 تيرابات ينزلون بيكون مثلا خمسة او خمسة لا مش خمسة او خمسة اعش فريق خمسمية وين تيرا مثلا بعدين 2 تيرا بعدين 12 تيرابايت اوكي 12 تيرابايت مثلا فهذا الخبر كله الى الان مش عارفين كل شي مش عارفين الاشياء انت من نفسك تعرف بالكلام اللي موجود والكلام ترى ناقص لازم فيها اشياء مور ديتيلز والاشياء دي لازم نعرفها قدام الى الان اكواد دي موجودة رح نعرف قدام في المؤتمر أبل ايش بتسوي بالضبط في ذلك خدمة بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناه ونشر المقطع وملايك المقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني انفاضل دعاكم ولا تنسون الاشتراك في حسابي في سناب شات اتشرف باضافتكم والسلام عليكم